السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعضاء متابعين على قناة تربح من الانترنت. انا سعلا بكم. الاودية ومرة برجاءة ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لاسلكم بكل جديد. النهاردة معنا مجموع نيدا باردروبات ومعنا اول خاص بعملة اسماريكس كوين. الاردروب نزل الفورم ده. من الفروض النهاردة اول يوم في سبع جولاي. والاردروب هينتهي في تلاتين ديسمبر. يعني العملة هتوصلنا اي خشار التنشر. الاردروب حسب معلن عنه ان هو ايه? هتاخد مية وخمسين الف وخمسمية من العملة تقريبا بيساوي مية وخمسين دولار. تمام? وعن كل احالة مية من العملة يعني المية بيساوي واحد دولار. اه طريقة تسجيل كالتالي. اول حاجة نحط الايميل بتاعنا. بعد كده اه هنا العود بتاعت العز تطلع على العقد الزكي بتاعها من العود الزكيات بتاع العملة. ننزل بعد كده. هنا بس هنعمله. قفوله على تويتر. كنت عازة اوضح بس وهنا ايه? هنعمل ايه? للبص ده هنعمله وهنعمله تاك. هنيجي بس عازة اوضح للناس ازاي تعمل مع مبدئيا تدعمل الصفحة نفسها. تمام? من هنا. لو حولك على البوست نفسه. زي بص زي ده كده. بتيجي تعمل هنا لايك. والرتويت ان انت بتيجي. بتدوس العلامة دي. تمام. رتويت فقط. تيب هتدوس هنا بس وخلاص خلاص الموضوع على كده. هتدوس هنا على كلمة رتويت وخلاص ده رتويت بس. رتويت وقال لك تايجو كومنت. هيبقى ايه هتيجي تجتم هنا مسلا ايجو ايه كومنت. مسلا بست تمام? هيجي مسلا يقول لنا نعاوز تاج هنا في ده طالب تاج بس. خمسة تاج من اصدقاء. التاج بجيبه منين? نفتح مسلا صفحة تاني في تويتر. هنخش مسلا على الاصدقاء عندي. الاصدقاء بنخش على الصفحة الرئيسية. دخلتك على البروفايل بتاعي. هاجي هنا على كلمة او بالعرب المتابعين. تمام? اشوف مسلا ايه? احط الناز دولت في قايمة عندي مسلا في ملف او حاجة ازي كده. اجي على كل فيهم انسخ وانسخ مسلا ده احطه صملف. وهكذا اجمع المجموعة دولة. تمام? بعري كده انا مجهزهم عندي خلاص هنا ايه? في ملف اهو. بجمع مسلا اكتر ناس ايه? مشاركين او بيشتغلوا. واخد كده كوبي. ايدي ده كده. انا عملت اكتر وطالب خمسة بس انا عملت اكتر. تمام? ساعات بعض الاضربات يحط لك يطلب منك هاشتاغ. فهو احط لك الهاشتاغ المطلوب. هاشتاغ يعني ايه? شو كده ما فيش هنا ايه هاشتاغ جاهز. اللي تحت ده هاشتاغ. الهاشتاغ اي بتاع اي موقع بس بادئ بعلامة الشباك مش بادئ بعلامة الات. ساعات هو نفسه بيقول لك مسلا ايه? حط الهاشتاغ ده يعني مسلا هتلاقي مسلا ايه طالب خمسة تاج من اصدقاء واحطط لك ام هاشتاغ انت هتحطه مسلا الشباك اي اسم العملة نفسها وهكزا. فانت بتنسخ الهاشتاغ ده نفسه وبتحطه. تمام? في نفس البوست اللي انت عملته ده. ودوس في الاخر كلمة هتلاقي لايه البوست اللي انت عملته ده فين? خلصت انت خلاص. دوست بترجع للصفحة الرئيسية بتاعتك. ده اخر ايه? ريتويتنا انا عملته. بكون حاط فيه تاجة هوا ده مجموعة من الاصدقاء عملهم تاج. تمام? خلاص خدت اللينك اللينك باجيبه ازاي باجي هنا ع الساهم الزغير ده البوست اللي انا عملته. اجي ع الساهم الزغير هدوسكوبي لينك وااخده. واحطه هنا هوا في المكان ده. ده خلاص انا عملته. هنا طالب مني اعمل التويت الباند بوست هو ده بالفعل هو الباند بوست. تمام? فانا نسخت اللي ايه اللينكي هنا حاطته هنا وخلاص. عشان الاتنين يعتبروا ايه? مهمة واحدة. نيجي بعد كده للمهمة اللي بعديها. هتيجي تنسخ الكلام ده. كله من اول كلمة التويت. تمام? لغاية اخر هاشتاك تحت ده. تمام? نسخناها طالب مني اعمل ايه? طالب ان انا شاير الكلام ده على تويتر واشايره على تليجراوه. هنخش على تويتر. كده انا عامل حاجة اسمها تويت تاية. بمعنى هاجي هنا. هدوس بقى على ايه? شايفين كلمة التويت فوق. هدوس عليها وحط الكلام هنا بست. كده. هدوس كلمة التويت. هلأ عمل تامل شوية. فهو ده اللي ايه البوست اللي انا عمل. ونفس القصة. هاجي هنا على السهم الصغير هنسخ اللينك بتاعه. واجه هحط اللينك هنا هوا. فين هنا هوا في الخنادي. تمام? هو طالب مني نفس الكلام ده اعمله على التليجرام. اخش على ايه مسلا لفيه مشاركات كبيرة عادات كبيرة. نخش مسلا على بتاعه مسلا. تمام? انا كده عملت ايه? البوست. هاجي كليك ايه مين على البوست نفس اللي انا عملته. وقلو كوبي لينك. واجه هحط اللينك بتاع البوست اللي انا عملته نهو. تمام? بعد كده ايه? دي اختيارية اختياري. في عشرين عملة زيادة لو انت عملت فيديو للعملة. آآ وحاطت اللينك بتاع الفيديو نهو. تمام? دي اختيارية ممكن تسيبها في فضل مشارك بتعمل. نيجي بعد كده. طالب مني انا الشراق في اتنين جروب تلجرام هنشرك فيهم بنحط اليوزر بتاعنا هنا. وبعد كده اليوزر بتاع صاحب الاحالة بنحطه في المكان ده. المهمة دي اختيارية بقولك لو انت عس الشري آآ من عملة آآ ركس وادخط خاص من خمسة وستين في المية هتشري عن طريق اللينك كده. ولو اشتريت هت ايه? هتعلم ايام سينت. تمام? وتحط رقم محفظة الاسريوم ولا بتاعتك هنا في الاخر وبدو تصمت. ده عقد العملة اهو. في تحولات. لأ ما فيش تعتبرش لسه في تحولات. بني يجي اللي بعده. بساني اهوه ده. اهوه ده اه في طلابين او تلاتة. اول ما بيفتح معنا بيدينا مسألة حسابية زي ما ظاهر كده بتدس له انت كلمة وتحط له الايجابة بس هي المهام في النص مختفية. بس يوم يعتبروا مهام سهلة ما فهمش مشكلة. تمام? بعد ما بتحل له الكاباتشا وبتحط بتدي له الايجابة. بيطلب منك انت تشارك في جروب تليجرام. تمام? بتشارك وبترجع. بعد كده بيديك اللينك بتاعهم على تويتر بتعمل له اه بيطلب منك بتاعك. اه وبعد كده بيطلب منك بتاعك على المنصة. اللي هيبعت لك عليها الرصيدة. رصيدة هنا مش هتبعت لك على محفظ سيريوم ولاد. هيتبعت لك على المنصة دي هسيب لكم للمنصة نفسها. سنة واحدة. او زين زين سختسمها. والميزة هنا في اللي هو بيقول لك ان انت مش شرط تتفعل. كان فيه هيتبعت لنا الرصيدة اللي هيجلنا من ده من عملة. والعملة دي موجودة بالفعل عكو ماركت كبكاب وبتتبع في كزا منصة فما فيش مشكلة. انت مجرد ما بتسجل بتاخد اتنين من العملة. وعن كل احالة بتاخد اتنين اه عشرين مليون ساتوشي من العملة نفسها. تمام? يعني حوالي عشرين في المية من العملة. ادي المنصة. اي بي احنا اول حاجة هنسجل في المنصة دي. وبعد ما بتسجل بتيجي على كلمة ده رقم بتاعك. ده اللي هتحتاجه عشان تثبت به. يعني نرجع تاني. احنا قلنا اول حاجة بنحل الكاباتشا. وبعد كده بيدينا الكاباتشا لازم يدوسله على كلمة الاول وبعد كده احط له الاجابة. بعد كده بيطلب مني انضمهم لجروب تليجرام. بعد كده اعمل له فولو على تويتر. فولو فقط مش طالب حاجة تاني. بعد كده بيطلب مني رقم بتاعي على منصة اللي هي بكساجو دي. تمام? بيخش على بعد التسجيل ويخش اخد رقم وايدي واحطوله. وغرض ما بتحط له رقم بيقول لك مبروك وانت معك عملتين او قطعتين من عملة ايتي اس. وبيقول لك ان كل احالة هتاخد عليها عشرين في المية من العملة الواحدة. هنا حوالي عشرين مليون ساتوشي من القطعة الواحدة من العملة. وضربة الاحالة بترويج له عشان يزودك ايه من العملة نفسها. نيجي بعد كده بالنسبة ده احنا شرحناك ازا مرة. ياخد مراكم انبارح. بس اتضاف مهام جديدة. تمام? فكرة نفسها اول حالة ده موقع تعديم. تمام? او منصة فيها عملات وهكذا. او محفظة ندرنا عليها محفظة. بس فيها بقاطة استثمارية وحاجات زي كده. احنا هنتسفاد من البونس اللي عليها وتم الدفع بالفعل لكذا حد تنعرفه. اه انت بتسجل عادي في شئ اي مشكلة في الموقع. تسجيل سهل في شئ اي مشكلة. بعد التسجيل بتيجي على كلمة بنتي. ده المهم بالنسبة لنا. هنيجي هنا هنلاقي المهام المطلوبة مننا. هنيجي هنا هتعمله على تويتر. وهتيجي هنا تنضم هنا. اول مرة لما بتيجي السجل بيطلب منك كده كده. يعني ده اول مرة. اه في تسجيل خالص مش في تسجيله في الموقع اللي او لما تيجي تخش على البونتي. بيطلب منك اللي ايه اليوزر بتاعك بتاعك تويتر واليوزر بتاعك بتاعك تويتر. تمام? بس هو مش ظاهر هنا حاليا او مش طالبه مني عشان انا خلاص ايه نفس المهمة. خلاص انت دخلت له اليوزر وانت بتنفذ المهمة بتاع التويتر هو بيطلب منك ربط عن طريق التليجرام وربطه عن طريق ايه تويتر. تمام? بعد كده المهام بتظهر اقطاتك كده هنا مسلا ايه? نعمله على تويتر هنا ندوام لجروب تيجرام ندوام لجروب تيجرام. انا انضمت للك الكلام ده. باجي ايه? اكد عليه ان انا انضميت ان انا بقى هدوس هنا فولو 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 هينقلك على المواقع. ايه انت ما تدوس من اللينك هنا. دوسوا على من هنا. تمام? وبعدك هتعمل للصفحة بس اهم خطوة. بالنسبة للتليجرام بعد ما تشارك في الجروب تيجرام اخ تخش اكتب ايه كلمة ايه سويا لما فيش ايه مشكلة. تمام? وبعدك هترجع للصفحة هنا بتلاقي النقاط بتاعتك بتظهر هنا هو اول مرة كان بيوزع من عملة المرة ده هيوزع عملة اسمها آآ بي اي آآ بي بي هانخش يشوف اسمها اللقتي من جوة. تمام? ده بالنسبة المهمة الاولية. المهمة التانية. لو لسه شغالة اللي هي ده بيوزع او بيوزع ايه مش واضح تمام. ايه المهمة? ده هتعمل له هنا برضو هتلاقي ايه المهمة دي بتاعت التويتر وهتلاقي برضو في مهمة هنا للتليجرام بس نزهره. تمام? وبتلاقي رصيدك من النقاط او من ربح بيزهر لك عند كل ايه اردروب. ده نفتني ملحقتوش. اهو مش شايفني تعال ايه ممكن انا ممكن نشوفه ممكن نعمله مع بعض. انا شوف بس انا مسجل في الاول انا ملحقتش ايه اردروب بنفسه. ده كان فتني ده كان اول واحد. تمام? البيت اللي هي ايه اردروبات اللي شغاله على فكرة ممكن يكون شغال بس انا لسه ما كاملتش او ما عملتش الربط بتاعه. ممكن بس كنت هتأكد الاول عشان اعمل مشارك في اتنين جروب تلجرام. طريبا الرابط بواحد غير الثاني. لا مدام مش هلمي هنا عكلمة يبردروب بنفسه ايه خلاص كده. تمام? فانت هتنفذي المهام هو بالفعل بيدفع في كاز دفع وانا موجود رصيدي هو. فانخلش نبص عندي على رصيد بتاعي. والتحويل متاح ما فيش اي مشكلة. ده رصيد دي من بيتكوين. ده رصيد دي من العملة اللي فات او اللي هو كان اخر واحد. دي العملة جيدة اللي هادها الناس. ما تسعة تسعين بي. العملة الموجود لها عقدة عال ازار اسكان. وموجودة بالفعل. والمبلغ بتاعها او التوتل الصبلاي بتاعها مش كبير. فبازن الله يا بسعرها كويس. نيجي بعكية اللي بعد. انا كنت شرحته بس في نقطة وطحط لي. كنت شو ياخد بالي منها. او مبدأ ايا كده. انت لما سجل فيه هتاخد عشر عملات وتكمل المهمة ام حاجة تكمل المهاب. هتاخد عشر عملات من سي سي اكس. تمام? سعرهم اربعة وخمسين دولار وعشرين سنت. بيتروح ما بين الاربعة وخمسين وتمانية وخمسين. هيا ساعة بيطلع وينزل. تمام? انت المهم. بعد التسجيل والتفعيل هتيجي تخش على كلمة تشوف كده. ناس لأ. اهلا. من اي سي او او ايكو من فوق هنا. دوسوا على كلمة ايكو. هيزهر معك كلمة. المطلوب منك. ان انت هتنفذ المهم المطلوب هنا. اول اول مهم ما بقول لك انتسجل في المنصة احنا كانت كم مسجلين فيها لمنصة ان احنا وقفين عليه. اسيب لك لينك المنصة والسجل فيها. طبعا انت بتخش على الاردروب وبصير لك المهمة هيا. ما تاخدش لينكات لمنبرى الاردروب اللي ناس مثلا فيها كده ناس بتاعلي عن اردروبات حاجات زي كده. الفورم خارجي لانت اجيب الفورم نفسه من الموقع نفسه. نعم فانت هتسجل في المنصة. بعد كده هيطالب منك هنا ان انت تنزل البرنامج بتاحهم لاما على اندرويد لاما على الايفون. ودي سهل البرنامج خفيف على فكرة. بعد كده طالب منك انت تعمل ايه شير اه اللي هو تعمل التويت للبوست ده. اه قصدي شير للبوست ده على الفيس. والتويت للبوست ده على ايه? اه على التويتر نفسه. تمام? اه بعد كده طالب منك ايه? اه الفورم ده هنقش نكمل في البنات بتاعتنا نعمل في الازبتات بتاعتنا. نفتح الفورم الفورم يجيه من جوه الموقع نفسه. هي هي نفس المهم اللي قابلتنا على الصفحة هي نفس المهم موجود هنا اه. اول حاجة هنحنكون مسجلين في الموقع ننزل البرنامج اسفان الايفون او اندرويد. بعد كده طالب مني الشير على الفيس والتويت على تويتر. تمام? اه ايه يعني الاسبتات بتاعتنا الايميل بتاعنا على الموقع بتاعك على الموقع بتجيبه من هنا. ده يبقى اسم المكان اللي موجود هنا جنب الصورة ده بتاعك لو انت مش فكره. تمام بتحط اليوزر وبعد كده لو انت فعلت ياريت انت اتفع على الوسائق بيبراسيتي زيادة اكتر يعني انا مسلا ايه? خش نشوف التفعيل من فين? خش عكامل البروفايل. لا ايه مش من بروفايل. الثانية واحدة. تمامي ده من سيتنج. تمام هتقش هنا هنقع الاسم بتاعنا وهتختار كلمة سيتنج. تمام? هتيجي على كلمة. هنا هتلاقي طالب اول حاجة طبعا هو طالب منك جنرال ده بياناتك نجيبها من الاول كده. لما دقلنا على سيتنج طالب مني بيانات الاساسية. اسم الاول اسم الاخرية عنوان اللي زيب كده على المنطقة. البرنامج ده فين? تمام? هنا بتحطه تمام? فيش مشاكل ده اللي تسحب برصيد. وقت السحب يعني لما تجي تسحب رصيدك. بتبقى حاطة كده بتجيلك. حطه مثلا طريق ميلادك او اي ستة ارقام اي حاجة زي اي حاجة انتحافظها لكم كونة ما اربعة او ستة ارقام. يجيب على كده هنا بتحطه رقم محفظة بتاعتك. تمام? ومش رقم ايه رقم محفظة من السي سي اكس. انت هتجيب رقم محفظة من البرنامج مش قصد انا مش رقم محفظة هتجيها من البرنامج اللي احنا قلنا هننزله من هنا سويا على اندرويد او على ايفون. تمام? اا بعد كده هو التفعيل. التفعيل هنا سهل بترفع ايه? اا صورة للبطاقة نفسها. وش وظهر وصورة مع البطاقة. تمام? هنا بيديك الاختيارات. اي دي كم ايه انا نفعل انا بالموقع ده انا نفعل فيه بالبطاقة. حتى هنا لما انا رافع رافع البطاقة مش رافع البسبور. تمام? نيجي بعد كده هنا. ايه تاني لا هنا مفيش حاجة دي بس معلومات اضافية. اخر حاجة دي. رئيب بتاع جوجل اكوات. انت له هتفعل برنامج جوجل اكوات. تمام? نرجع تاني. نقش على الفورم. تمام? انا كده وضحت كل حاجة بكتصوص الموقع هنسجل وهنفعل ايميل وبعد التفعيل ايميل وفضل طبعا مية في المية ان انت تخش تفعل وصائق قلنا من نيجي بعد كده للفورم احنا قلنا اوه الحاجة حاطرنا الايميل اليوزر بتاعنا على الموقع. لو انت فعلت تمام? او في انتظار التفعيل قل له يس. وبعد كده لو انت انت فعلتش خالص هتقول له نو. اسمك بالكامل. اه اليوزر بتاعك على تويتر وعلى الفيس بالشكل ده. هتحطهم زي هو مطالب منك. يعني مسلا هنحط مسلا انا اليوزر مسلا بتاع على ايه الفيس مسلا ماكس قول خمسة وخمسين. تمام? هاخد مسافة. هاخد سلاج. وحط اليوزر بتاع على تويتر. تمام. مش احنا عملنا هنا نرجع هنا عشان اوضح لكم النقطة دي. خش على او من فوق هنا موجودة في الفورم ايه ظاهر الفورم. مش احنا عملنا هنا على الفيس وشير على تويتر اختار واحد فيهم مسلا الفيس. بحط اللينك بتاع الشير اللي انا عملته هنا هو. واخر حاجة رقم محفزة اه بجيبها منين قولنا بجيبها من البرنامج اللي احنا بننزله اللي هو بتاع الموبايل. تمام? نخش باعكيها باع اللي بعده. ده انا كنت شرحته من حوالي دخل كي على اربع اسابيع قاز كان بعملة تمام. الرصيد وصلني. لقيته الرصيد وصلني الف من العملة. الالف من العملة دولة دي وصلوك من حاجتين. اول حاجة انت بيتسجل كان مجرد تسجيل بتاعك بيوصل لك هتلاقي خمسمية بالنسبة الناس اللي مسجلة. وخمسمية كمان من تفعيل الوسائق. يعني اللي هيخش بعد التسجيل المطلوب منك هتتخش هنا على كلمة هتلاقي ايه يظهر اصواتك بس هنا عشان خلاص فعلت. هتخش عليه هترفع الوسائق بتاعتك. اول حاجة بياناتك واسمك بالكامل بس قبل ما تخش على يفضل انت الاول تخش على هتملى بياناتك المقصة يعني اول حاجة نخش على بروفايل نكمل بياناتنا النقصة وبعد كده نخش على كي واي اس بنيجي نرفع الوسائق بتاعتنا ونرجع تاني للداشبورد. هتيجي هندوس على كلمة وتحط رقم محفظة تمام? رابط الاحالة بتجيبه منين بس هو على الفكرة ما فيش رصيد يعني على رابط الاحالة يعني انا في ناس كتير مسجلة معي هم بيزهر لكش عادي الناس اللي مسجلة بس هم بيديش رصيد على الاحالة. تمام? ادي رابط الاحالة وانت حابب تروج لها بس ما فيش رصيد يعني لو بص هنا كده هنا هنقول له مور في ناس كزا حد مش كتير اعتبر هم حوالي واحد اتنين تتاتة اربعة في اربعة تريد ما مسجلين معي او خمسة بس ما فيش رصيد ما بيديكش رصيد فعلي على الاحالات تمام? انت بس تسجل وخض ايه رصيدك من العملة وفعل وصائق عشان تاخد المبلغ بالكامل. نقش بها كده على الدروب اللي بعده. انا ده اعتبر زي اثبات ليكم ان انا كنت فعلت الوصائق بس كانت لسه تحت المراجعة. تم مراجعة الدروب خلاص انا قد تقريبا ده سجلت مبارح اه كانت ريبل اس اللي هي عملة اه العملة دي ووصلني منها مية وعشرة والرصيد ايه حتى هكتبين لك مش فريز يعني مش 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 مقفول عليه ممكن يتسحب ما فيش اي مشكلة. بس انا هخليه حاليا لغات لي مسلا سعر العملة ايبا كويس واقدر ابيعوه. نيجي بعد كده على الدروب اللي بعده. ده الدروب جديد انا كنت حطوتي اللينك بتاعهم بارح بس ايه ما شرحتوش. تعالى كان يبتدل الدروب مع بعض. الدروب اه ما بيفتح معانا بيفتح معانا بالشكل ده. بيتدس له على كلمة كونتينيو بيدي الكاباتشة بيتحل لها. كده هناك هتنكتب لي مسلا ايه عاوز الصورة اللي شبه دي. الوش ده اخترت له الوش من هنا خلاص تمام. بعد كده بيفتح معي المهام اول مهمة. اه هو هيجيب لك المهام بالتدريج ورا بعض بس انا هشرحهم هنا من فوق. اول مهمة الايميل بتاعتك بعد كده هنا طالب منك تعمل له على تويتر واول بتعمل له لايك تمام? بعد كده هنا على الفيس وبتعمل لايك وشير. اه على موقع وبتعمل جون ان واي بست موجود بتعمل له حاجة اسمها بالنسبة للموقع بتعمل له سابكرايب سابكرايب بعد اللي هو كلمة جون برضو ايه. تمام وهنا بالنسبة لاتيوب بعمل له ايه مشاركة في القناة بتاعتهم. واخر حاجة هنا المحفزة بتاعتهم. المحفزة بتاعتهم ليها مش محفز سرهم ولد. ليها لينك انا هسيب لك اللينك اهو. ده فين ثانية واحدة. لأ ثانية هنجيبه وايه. هجيب بس لينك المحفزة من تحت. بيزبتات المهام. هو بيديك هنا كاكا لينك المحفزة اهو. وانا هسيب لكم اللينك برزا. بتنزل المحفزة من على موقع جيت هاب. كل واحدة من دولة محفزة. تمام? دي محفزة على اللينكس لو حد عنده ودي على الماك وهنا وبنسبة لاتنين دولة همعرفش بتوع ايه. فالمهم بنسبة لنا اول تلاتة. احنا المعظمنا بشغل على الوندوز فانت هتنزل الوندوز. هي لسه منزلهاش محفزة على الموبايل. فانت هتنزل المحفزة دي. سأعلى كده هفتقيه نفتح المحفزة مع بعض. هنا بنزلها عندي على الجهاز. احفزة تفتح معك بالشكل ده. تمام? لو انت عاوز تخصص مكان تاني لها للتسطيب. بتغير المكان بتاعها. بتختار المكان مكان تاني. بتاخد دقيقة تقريبا في التسطيب. بنفتحها كده مع بعض. نشوف تل. لأ مش ده. سانية واحدة. ولا ده. مما استطبع تاني تريد من تصيبهم الزبطة معي. هوا استطبع ساتكم. لأ هي اشتغلتها خلاص. هي بتاخدش كتير يعني حوال نص دقيقة. تمام. المحفوزة فتحت معنا اهي? آآ لما هتفتحها هتسيبها شايفين آآ في دايرة هنا عمالة هتسيبها لغاية انت هتسيبها عشان اول مرة بالزيل. هتسيبها هي المحفوزة تعمل تحديث مع النتل. تمام? سيبها لغاية لما كمل التحديث بتاعها وتقف خلاص وبتميت هتلاقي هنا حتى الصورة اللي جنبها دي خلت لون احمر او اخضر حاجة زي كده. خلاص سيبتت معاك ولقيت البلوك ده اللي هو بحصل هنا. هو التحميل تم معالجة بيانات لما تيجي توقف عليها بيظهر لك ان البيانات بتم معالجتها. الان عشان محفوزة بتاعتك اول مرة بتعمل. تمام? تخلص المعالجة المعالجة بتاخد حوالي خمس داقة وعشر داقة. تمام? هتيجي هنا بعد كده على كلمة استقبال. هتيجي تقول له. تمام? هيديك عنوان المحفوزة. بس ايه? المهم هدوس هنا عكلمة هيديك عنوان المحفوزة. بس انا مش عايزة تدوس عليها عشان مش عايزة عم المحفوزة جديدة. تمام? ممكن نعملها ما فيش مشاكل. اهو كده عنوان المحفوزة. ده عنوان المحفوزة تنسخه وبتاخد كوبي. تمام? واسيب المحفوزة بتاعته يعمل تحديث. نرجع هنا تاني. هنا احنا قلنا المهام جبناها هنا من الاول. تمام? كنت شرحتها لكم. بعد كده انت مجرد ما بتخلص مهامك بدوس له كلمة آآ لانت مجرد ما بدوس على الايميل. انت بس هدوس على الاول مهمة اللي هي هيبتدي معك ايه? اثبات البانات. اول حاجة يطلب منك الايميل هتعط له الايميل. هتليه اوتوماتيك نقل معك على مهمة تويتر. قدي مهمة تويتر هنا بقول لك هتعمل وكزا. وبعد ما بتخلص المهمة بحط له بتاع تويتر. تمام? بتاع بقى ان تعمل ايه لايك وتري تويتو او البوست ده والنسبة لتويتر وتحط له هنا اللينك بروفايل بتاع تويتر. بعد كده المهمة اللي بعدين هو بيقول لك نيكست بتدوس له نيكست تليه نقل على مهمة الفيس بيديك صفحتهم هي على الفيس بتخش تعمل لايك وشير وهكزا وترجع تحط لينك بروفايل بتاعك هنا بتاعش ايه يفس نفسه. بعد كده برضو بنقل لك على مهمة نفس القصة ونقل على مهمة موقع ايه ده ريدت وبتحط له بتاع ريدت برضو. بعد كده وينقلنا على مهمة اليوتيوب بتعمل له وبترجع هنا تحط له بتاع قناة بتاعتك. تمام? بعد كده مجرد ما بتدوس له هنا بيطلب منك رقم محفظتك اللي احنا جبناه من هنا هوا. ندوسه على كلمة او الحاجة استقبال. وتدوسه على كلمة وترجع تحط له المحفظة اللي انت خدتها هنا. تمام? وبيقول لك تأكيد هيا دي رقم محفظتك. وبعد كده خلاص بديك رابط الاحالة بتاعك وترويب. ده بدينا بما يعني تمنتاشر دولار عشرين دولار في ده. وعن كل احالة العدد مش موضح. هده خمس عملات. تمام? من العملة نفسها. عملة في سي تي بي. تمام? ايبا هسيب لك نفسه. ده المحفظة. وده اول حاجة تنزل المحفظة المحفظة صغيرة. وانا كشفت عليها برنامج ما نضيفة ما فياش اي مشكلة. اه ولو هتحمل زي ما قلنا هتختار المحفظة اللي في النص دي. نخش باقي على اللي بعده. ده خاص بعملة اسمها الس دي. نفتح مع بعض. هنجيب بس لينك الموقع ده عشان اوضح لكم نقطة. ده برضو يعتور زي ايه? كان ليه حاجة برضو آآ آآ راوند وان كده كان معمول منفترة ده راوند دو بتاعه. بيطلب ان احنا كنا برضو شرحين نفس المحفظة هنسطب في نفس المحفظة لها محفظة اه تمام? الثانية واحدة بس المحفظة تحمل معنا. قبل ما نشح اضرب نوضحها. دي المنصة او المحفظة ايه منصة اعتبر? هنخش هنا على تسجيل تسجل تسجيل ما فيوش اي مشكلة سهل لكن اجي بتسجل في اي اي منصة. هنخش بس الوج انت بس المطلوب منك بعد ما هتسجل في المحفظة دي اهو المنصة تخش على كلمة وتنسخ لنك المحفظة بتاعتك وترجع بس اكمل و هنحتاج لك هنحتاجها في دي الوقت. بيفتح معنا بالشكل ده. اول حاجة بتديك كابتشة عبارة عن صورة كبيرة وصورة زغيرة بتختار الصورة الشابهة لك صورة كبيرة. اول مهمة بيطلب منك تسجل في المحفظة نفسها. اللي هي المنصة دي وتحط له ايه? رقم المحفظة هنا و قريت كوت جيبه دلوقتي ازاي. تمام? بعد كيف يبتدي معنا في المهاني. اول مهمة الشراك اه تعمل لهم فلو على تويتر للصفحة دي والصفحة دي. تمام? انا عايز اتاكد بس ان هعملت الاشتراك في ايه? عشان تاريخ ممكن نكون اشتراكت في الاولية التامية. هتتأكد معاكم. احنا بنشرح مع بعض. تامي كده تمامي. بيطلب مننا بعد كده بتاع تويتر بنحطوله. بعد كده بيسألني على فكرة عشان تبقى انه وارحل مع بعض. بعد ما بتخلص مهمة تويتر دي هتليه جايب لك كزا. آآ مربع زي ده. واخروا كلمة ضن ضن. قل له كله ضن. هو انت مفيش اي اثبتات فيه. ومش طالب منك حاجة. عبارة عن مقالات وبيعرضها اصادك. واخر كل مقالة كلمة ضن. افضل دوس كلمة ضن لغاية لما ينتهي معك ويجيب لك اخر حاجة ده. ده اللي في رابط الاحالة بتاعك. وفي ايه اا اعتبر زي منصات او حاجات خاصة بالعملة نفسها. تمام? ده كده بسهل اعتبر ما فوش مهم خالص يعني. كله عليك انت بس هتسجل في المحفظ زي ما قلنا. وبعد كده تخش على في تويتر وخلاص شكرا على كده وتقول له ده الرسالة اللي قلت على رضا لك وخلاص. تخش على اللي بعده. ده جديد برضو. ده بم بفتح معاك هيدي الكاباتش هتحلها بس يركز عشان ايه? الواحد هنا بيكتبه شبه السبعة فعش ده كان ده لهم لغ بطني. تمام? المهم ما تحل الكاباتش هتعبرها للصور اللي بيكتب لك اه بيجيبها لك تكتب له نفس الارقام الموجوزة. تمام? بعد ما تحل الكاباتش صح هيطلب منك الايميل. بعد كده اوتوماتيك هتطلب منك رقم محفظة. بعد كده اول مهمة تعمله في له على تويتر وتحط له اليوزر بتاعك بتاع تويتر. بس كده هنخش ايه تاني هتخد بقى هنا ده لينك رتويت تاية. بمعنى هتيجي هنا كليك من كده. على ايه? على ايه? البوست ده. ونفتح مع بعضكم مع بعضنا كده ناسف. ووريكوا هتتعمل ازاي? نفتح بس ايه لينك جديد عشان اعزوريكوا هم تصفح تاني. اشتركوا في القناة ما اليش ايجي سترسلنا تمام كده انا حطيت لينك البوست مفور في المتصفح شايف هو اعتبر بوست جاهز معناة جهزة هتدوس لهنا عكلمة وترجع على الصفحة الرئيسية بتاعتك تاخد ايه اللينك بتاع اخر ايه بوست انت عملت ده كده اعتبر ايه جهزة ده حاجة هاي وعملها جهزة مجرد بس انت تحط اللينك في قם افصحد ووا بيعملك التويت تايا الواحده تمام وبعض تنسخ لينك الاحل Radiate بعد اما جهزة نعملت من الصفحة الرئيسية بتاعتك وتاح طول lizari اذا انا حbsp قضته هنا تمام بعد كده المهمة ده بتاعة الانستجرام بتعمل له فولو على الانستجرام فولو بس وبتختار الايه بوست وبتعمل له لايك وهو هتجب لك البوست بعد كده ده انت هتعمل بس هنا فولو اوا ليك نفسها. وتحطوه اليوزر بتاعك على الانستجرام. وبعد كده هو بيجيب لك بوست معين على الانستجرام. وبتعمل له لايك واكتب اي كومنت حاجة اضافة من عندك. تمام? وبتيجي هنا بتنسخ الكلمة دي اللي هي كلمة ضن. تمام? وهتكتبها له تحت. يعني المهمة دي التانية واحدة لها ايه? احنا قولنا اول واحدة اللايك هتعمل له فولو على الانستجرام. التانية واحدة ان انت بتعمل لايك للبوست ده بيزداد بعينه على الانستجرام. ولما تخلصوا هو مش يعديك المهمة دي غير لما تكتب له هنا تراحة كلمة ضن. وتدوس له زي انا ما كتب هنا كده ظاهر قصاتكم. تمام? بتكتبها بايه? بتنسخ وتكتبها بنفسك. بعد كده المهمة اللي بعديها بس هو مش ظاهر هنا ايه? كان جايب لي اعتبر مربع زي ده. كان فيه اللينك بتاعهم على موقع بتعمل له برضو ايه? افولو او على موقع وبتيجي تعمل وتنسخ بتاع موقع ريدت. انا هيخذ اللينك بتاعي اوضح لكم الدونية بس الاول. عشان انا بفاهمين القصة بتمشي ازاي. بالمهم بتاع تريد دي. عشان هو مش ظاهرها. هتبر ان انا دي الصفحة اللي انا دخلت عليها. هتيجي تعمل كلمة تنضم للصفحة بتاعتهم. وهتلاقي كزا بصي موجود هنا هون. هتيجي مسلا على البوست ده. مسلا. تمام? هتيجي تدوس على كلمة كومنت. تمام? هتلاقي او لقيت بعد الفتح معاك او ظاهر كده. لما انت هدوس على ايه? على البوست نفسه اكتب هنا اي كومنت. تمام? اي حاجة هتكتبها كلمة جملة كده مقاونة وربع خمس كلمات. بعد ما هتخلصها هدوس كلمة ايه كومنت الجملة اللي انت كتبتها او البوست اللي انت عملت هو مسلا هيظهر. هتيجي على. انت مجرد ما هتعمله هيبه كلمة جاست ناو اللي هو الوقت اللي عمل فيها. مسلا درجة اللي عمل بوست من ست ايام. فشكيكة بلست ايام. انا البوست اللي هعمله هيبه اظهر لي اكيد ايه في ساعتها كلمة جاست ناو. فكرة كلمة جاست ناو اللي اعتبر الوقت اللي هو تسجل في الكومنت. هدوس هنا كليك هاهمين. ده اعتبر اللينك بتاع الكومنت اللي انا عملته. تمام? ارجع هنا بقى تاني. احط له بس البوست. زي ما ظاهر اصدقه. ده لا فيكم سماء من عملة. وعن كل احيالة هيخد الف من عملة تمام? نقفل ده خلاص. مش محتاجينه. نخش على الدروب ده. الدروب ده هيدينا مفروض اللي انا يفهمته من علامات بتاعته ان هو هيدينا عملة اسيريوم وعملة اسمها بارب. تمام? بس سوى تسعين في المية. تمام? وممكن بارب دي الزيابة. المهمة. اللينك اللي انا سيبه لك هيفتح معاك بالشكل ده. انت المطلوب منك هتيجي على كلمة بارب هتيجي هنا. اول حاجة هتحط رقم حفاظ الاسيريوم والي بتاعتك. وهتيجي هنا تحط بتاعك. تمام? اخطفت ليه. تمام? هتحط هنا بتاعك. ومعاك هنا اختيار. هنا بيديك زي ده رابط الاحالة بتاعك. فانت عاوز في رابط الاحالة بتاعك ايه بقى ايه? ده حاجة براحتك. انا اخترت بتاعي. ان بتاعي هو هيبه نفسه. آآ هو لاعتبر ايه? رابط الاحالة بتاعي. تمام? وادست هنا كلمة تمام? ادك الصفحة دي كده. وبقول لي الاسم ده مسجل قبل كده فخلاص فانا اقول له ايه? آآ مين بيش? خدني الصفحة بتاعتي. اهو كده هرجعنا للصفحة رقاسية بتاعتي. مش مشكلة. لان ممكن نرجع للينك بتاعي من هنا هو. عشان ازر لكم الصفحة بشكلها ايه? نعاوز اللي فيها ماكس. تمام ده اللي ايه? لينك بتاعه. اللينك بتاعك بشكل ايه? مجرد ما تخلص دوس لها كلمة صبمة اللي احنا عملناها من شوية هيديك اللينك بتاعك ده اللي هتروجله. المفروض لما كل واحد هيسجل عن طريقك المفروض ان هو هيدينا عملة الاوسيريون. تمام? انت بقى غير كده عشان تاخد دراسية تاني هتعمل ايه? لينك بتاعك ده تنسخه. وتخش على الصفحة بتاعتهم او الجروب بتاعهم على موقع ديس كارد هنفتحه كده مع بعض. نفتحه برضو صفحة تاني. نفتحه. نفتحه الام حفوزه. ده لازم خلاصيتش عشان بس نت مش عافي اليوم ان دول هتقيل شوية تمام تمام هتيجي هنا ده كي يفتح لك صفحة عايته مع موقع دسكار هتيجي تختار انت ايه شايفين الجروب المكتوب عليه باربوس فيتو شايفين اخروا كلمة فيتو هجدوس عليه كده هون واروح ارجع تاني للصفحة بتاعتي هنا هو وانسخ الرابط بتاعي ده اوقف عليه كل الكامل وانسخه واروح وطولهم هنا ده اعتبر زي الاسبات بتاع وفي نفس الوقت هاخد رصيد سانية واحدة بس الفاير فاكس علق بقى تمام شغل تمام اجل حط اللينك بتاعي نواقلة بادوس تمام كده انا اللينك بتاع السجل عنده خلاص خلصنا كده انت هتبقى عملتنا الاسبات بتاعي خلاص اخش بعدي كده على الدروب اللي بعده ده خاص بعملة اسمها هيدينا خمسين من عملة اسمها اول حاجة طالبهم اننا انضمهم لموقع بتاعتهم بس يعتبر مهمة واحدة المهمة ده او ده مرتبط بموقع بس نفس تمام انت بتسجل وبتيجي تحط ايه بتاعك عموقع بتاعك هنا اسمك بالكامل انا اسف هنا اسمك بالكامل وهنا الايميل بتاعك وهنا رقم محفظ بتاعتك وهنا بتاعك على التليجرام بتنضم الاتنين جروب دولت حتى موقع ديس كارت كده تقريب مش مطلوب عشان مش طالب اليوزر بتاعه يبقى المهمة اساسيها موقع التليجرام تمام يبقى المهمة يبقى اول حاجة عن الشرك هنا هنحط الاسمي بالكامل ايميل رقم محفظ اه بتاع صاحب الاحالة هنا انا اسف هنا بتاع صاحب الاحالة هتنسيب لك اليوزر بتاعي هتحطه في المكان ده واخر حاجة اليوزر الخاص بيك انت بس تكون ضميت لاتنين جروب تمام نخش على الدروب اللي بعده ده خاص بعملة اسمها او اه ده مش كل الناس هتعرف تشيرك فيه بس انا سايبه للناس اللي بتتفاعمل برنامج كاكو برنامج كاكو ده عامل زي التليجرام بس يعني صيني تمام بتشيرك فيها انا شبه للتليجرام بالزبط تمام هتشيرك في الجروب ده وبعد ما هتشيرك فيه هتيجي تحط الايميل بتاعك هنا وهتحط اليوزر بتاعك هنا ده مقصود بالنايك نيم او اليوزر هنا اللي هو اليوزر نيم بتاعك هل همعققها كاكو اللي انت شاركت في الجروب بتاعه تمام واخر حاجة هنا بتحط هنا رقم محفظ اليوزر يوم والد تاعتك وهنا الفورم نفسه معمول فيه ان هو بيسجل الايميل اوتوماتيك ايميل صاحب الاحالة تمام فانت بس كل اللي عليك انت بتتتبدل في اخر الفورم الايميل بتاعي بالايميل بتاعك لما تيجي تروج انت طريقه للفورم نفس انما استازينك بس هتسيب الايميل بتاعي زي ما هو لما تيجي تدوس كلمة ساب مت هنا اهو تمام نخش على الدروب اللي بعده ده احنا شرحناه تمام ده شرحناه لأ لسه ده ده شرحناه تمام ده الدروبات قديمة انا هرجع لكم عليها بس نظر الاهمية بشانا اخد وقت فيها الدروب ده اول ما بفتح معنا بديناك كبارش عبارة عن ارقام بيكتبه نفس الاجابة بعد كده المهم ارتصر اربعة عدشت انضمام الجروب تليجرام اه عمل فولو على تويتر انضمام الجروب تليجرام اه بتعمل له فولو على موقع اليوتيوب على الصباح باعتهم على اليوتيوب صبك رايب يعني بعد كده الاسبتات بيطلب منك ايميلك وبعد كده البروفايل لينك بتاعك على تويتر وبعد كده بيطلب منك اه اي تاني اه هنا انضمام الجروب تليجرام ده خلاص عدناها تمام اللي هو جروب ده بعد كده بتدسوا اعتبر ما فيش حاجة تانية بدسوا على كلمة بلانس وخلاص وفي مهام مهام تأكيد بتاعنا هو يعني هنا مسلا لو انت في حاجة فاديتك ضربة الاحدة بتجيبه من هنا اه دي مش شرط تعملها دي المهمة التمهمة بتاع تويتر دي ودي هتعمل له يعني هنا بتزبط اليوزر بتاعك بتاع تويتر وهنا بتزبط الايميل بتاعك وهنا اه جروب تجرام اللي احنا قلنا عليه اولاني وجروب تجرام تاني واخر حاجة الاسبات بتاع اليوتيوب الصفحة بتاعته تمام ده بسهل ومهم والعمل بتاعته مهمة سعرها عالي نيجي بها كده اللي بعده ده كنا شرحان برضو من حوالي اسبوع كده هو مهم فكرة كمان بتاعه مش كتير فسعر عامل انا متوقع لها يبعالي اوش المهم المطلوبة فيه نيجي نبص عليها كده مع بعض اول ما بيفتح معاك بيطلب منك انضمام لتويتر او فولو على تويتر اه فولو على الفيس انضمام لجروب تيجرام فولو على موقع لينك فولو على موقع اي ريديت وبعد كده بيطلب منك الاسبتات على الفيس اه هنا بالنسبة المهمة التويتر بتاع تويتر بالنسبة باقي بيطلب منك الايميل وبيطلب منك رقم المحفظ يصيرهم والد بتاعتك وبعد كده يرجع تاني يرد للمواقع مواقع وكزا ننزل فين وبعد كده انت بجيب بقى البنات بتاعتك ونفسي فكرته زي المواقع اللي فات لما حاجة مسلا فاتتك انه انت عاست ايه تعدل الايميل بتحط هنا الايميل بتاعك هنا مهمة تويتر هنا مهمة هنا تحط رقم محفظ عشان يوصل لك رصيدك وهنا في الاخر رابط الاحالة بتاعك عشان تجيبه وبالنسبة لكلمة دي مقصود بها مهمة تليجرام ده انا شرحته مبارح بس ايه اعيده تاني للناس اول حاجة هكون مسجل في منصة ده اهم حاجة عشان رصيدة يوصل لك على منصة تمام بعد ما نسجل فيها ولازم تكون مفاعل نرجع تاني نشرحها في السريع اول حاجة بيطلب من نجمه هم بعد كده هنا فلغ على تويتر بتكتب له بتاع تويتر بدون علامة فقط الاسم على تويتر بس بدون علامة تمام بعد كده بيطلب منك انت تعمل عادي بدون اي اضافات وبعد كده بيطلب منك ان انت تعمل له فلغ على انستجرام وبتحط له دي بقى اللي انك توقع فيها ولتلكو عليها انها عدت بعد ما عملت مهمة الانستجرام بالنسبة ايه للبود ده عدت حطول بروفايل لينك جربت قال لي غلط حطت له اليوزر بس قال لي غلط لما توصلت مع قال لي لأ تحطش كلها كلام من ده حط اسمك نفس الفكرة زي انا ما حطي اليوزر بتاع تويتر بدون علامة مطلوب مني ان احط اليوزر برضو بتاع انستجرام بدون علامة الات اليوزر فقط تمام وبعد كده بيطلب مني الايميل بتاع اللي انا مسجل بيها على منصة لتكون عشان يبقات لي الرصيد وبعد كده بيضس له هنا ضن تأكيد وبعد كده بيطلب مني زيادة ان انا خش على جروب تري جرام ده بتاع منصة لتكون نفسها اا واقول له ضن بعد الانضمام وبعد كده بيديك رابط الاحالة ورصيدك من العملة دي تاني معنا في حاجة تاني ده اخر حاجة معنا العملة دي عملة ماش عملة ماش نفس القصة تتبعت على منصة لتكوين فلازم تكون مسجل في الاول في منصة لتكوين برضو نفس الفكرة ده هو فكرة ده بالزبط اا نخش على المهم على طول هو اول حاجة ايه بيفتح معنا بس ده زيادة بس انت بتنزل ومش مش مش شرط بلعبة اهتزيد اهتفيدك برضو يعني مسلا قلت نزلت البرنامج ده اللي هو ده لعتو برض زي لعبة بتاع اللعبة هما منزلينها العملة دي اللي اخصة بالعملة نفسها لعبة ماش منزلها لعبة اسمها ماش برضو تمام انت بتنزل اللعبة دي سعال على الايفون والسجل بها بنفس الايميل انت تحطه هناه تمام بعد كده المهم هتقول له هنا دان انا خلص وتحط له الايميل بتاعك بس ده اهم حاجة لكون الايميل انت منزل ان انت مسجل به في منصة لات كوين تمام وتقول له دان بعد كده بيطلق منك انضمام وتقول له دان بعد كده بيطلق ايه بيزهر لك رسلتك ورابط الاحلاء بتاعك في اعتبر اسهل حتى من اضروب اللي فات ما فيهوش اي اي بكده كنت اتهينا النهاردة تمنى ربكم شرح اعجابكم والاعجابكم دو صلاحيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته